مرنمج الجزاء المباشر من القناة الثالثة الإخبارية وتتبعون فيه في الحدث العمر العربي المشترك والقضية الفلسطينية وقضايا الأمن والاستقرار على رأس أجندة الدورة المائة واثنين وستين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة وفي دوليتنا أنباء عن تعديل في بنود صفقة وقف إطلاق النار والمقاومة تحذر من تعطيلها تحية متجددة متابعين مرحبا بكم إلى الجزائر مباشر إذن كما جاء في العناوين وبتكليف من السيد الرئيس الجمهورية حل وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالقاهرة للمشاركة في الدورة الثانية والستين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ويمتظر أن تعرف أشغال هذه الدورة التي ستنعقد أشغالها غدا مناقشة حزمة من المسائل والقضايا التي تقع في صلب اهتمامات العربي أو العمل العربي المشترك وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها جراء التصعيد الإسرائيلي متعدد الجبهات والوجهات إلى جانب الأزمات والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية وعلى هامشة أشغال هذه الدورة سيعقد الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب وذلك في طار تنسيق المساعي التي تقوم بها الجزائر من موقعها بمجلس الأمن المساهمة في الدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية والمرافعة من أجل القضية المركزية للأمة العربية القضية الفلسطينية سيكون لنا نقاش حول هذا الحدث بعضي في هنا في البلاتو الدكتور حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أستاذ مرحبا أهلا وسهلا أستاذ مرحبا بك أستاذ إذن الوزير الشؤون الخارجية وجالية وطنية بالخيش سيشارك في هذه الدورة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية دائما عندما يكون هناك حدث مثل هذا أستاذ حسام حمزة تعودنا بأن نبدأ منهجيا بالحديث عن الظروف المرافقة عن السياق الخاص بحدث مثل هذا واليوم نتحدث عن اجتماع لمجلس جميع الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في أي ظروف يأتي هذا اللقاء أستاذ حسام حمزة هو أكيد عندما نأتي إلى تحليل أي حدث يحدث في السياق الحالي يجب أن نربطه بالقضية الفلسطينية فما بالنا عندما يكون الحدث في حد ذاته حدثا عربيا عندما نتحدث عن اجتماع مجلس أو مجتماع الجامعة العربية على مستوى الوزراء فهذا في حد ذاته لا يمكن أبدا أن ينفصل عن ما يحصل اليوم في فلسطين وما يجري من حوار أولا نتحدث عن الأمر الواقع ما يحصل على الأرض بمعنى استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وأيضا ما يحصل في أروقة المفاوضات وهذا أيضا في اعتقادي واحد من الملامح الأساسية للسياق الحالي الذي يأتي فيه اجتماع وزراء الخارجية العرب ويأتي أيضا في وقت تعمل الجزائر على أن تكون الصوت العربي الأصيل وصوت فلسطين في مجلس الأمن للدفاع عن الفلسطينيين ولإيصال المقاربة والرؤية العربية لحل هذا الصراع ولمواجهة أيضا الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني وفي الوقت نفسه تعمل على تحريك المجتمع الدولي وربما يصل إلى وقف لإطلاق النار إذن في اعتقاد هذه هي السياقات الأساسية أو حدث المحور الذي يميز السياق الحالي ولكن هذا لا يعني بأنه فيه رهانات أخرى مرتبطة بهذا السياق أولا نتحدث وهذا أيضا جاء في اعتقادي في جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية أننا نتحدث عن علاقة جامعة الدول العربية بالتكتلات الإقليمية الأخرى اليوم للأسف الموقف العربي المشترك أو خليني نقول حتى العمل العربي المشترك والعرب عندما يتحركون ككتلة تحركهم ضعيف ومواقفهم ليست مؤثرة في مقابل كل التكتلات الإقليمية الأخرى تشهد حركية تشهد تقوية للتكامل فيما بينها تشهد أيضا نوعا من التنسيق المتزايد لسياساتها وبرامجها ولكن كل هذا بعيدا عن ما يحصل في العالم العربي إذن اليوم فعلا فيه تحدي جديد هو كيف يمكننا أن نفعل العمل العربي المشترك على نحو أفضل يستجيب إلى هذه التحديات ويجعل العقل العرب عندما يتعاملون مع التكتلات الإقليمية الأخرى يتعاملون ككتلة ونظرنا هنا أستاذ سيد أحمد فيه نقطة مهمة جدا لأننا في كل مرة نتحدث عن الجامعة العربية وحتى ربما لا نبالغ فإنه نتحدث عن مشكلة أساسية وهو عدم تفعيل العمل العربي المشترك في كل مرة المخرجات تكون مقبولة متناسبة نوعا ما مع السياقات التي تعقد فيها سواء اجتماعات مجلس الوزراء أو تعقد فيها حتى القمم ولكن القرارات تبقى دائما دون تفعيل إذن الإشكالية الأساسية اليوم التي تعاني منها جامعة الدول العربية والتي تجعل هذه الكتلة سواء تحدثنا عنها ككتلة ممأسسة أو منظمة في إطار الجامعة أو تحدثنا عنها ككتلة جيوسياسية متناغمة لديها للعديد من نقاط التقاطع لديها من التشابه في الانشغالات الأمنية والانشغالات السياسية والانشغالات الاقتصادية هذا كله لا ينعكس على الفعل العربي المشترك مازال العالم العربي ضعيفا في مواقفه غير مؤثر حتى في القضايا التي تحدث في حدوده وأبرز مثال هنا نعود إلى المسألة الأولى وهي ما يحصل في فلسطين في قضايا سابقة أيضا مواقف العربية للأسف كانت مشتتة مفككة ضعيفة في بعض الأحيان حتى لا تتناسب مع حجم التحديات وحجم حتى الاختراقات الأجنبية فالمحصلة أنه في كل مرة تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاتها نجد بأن الوضع لا يتحسن بل للأسف الوضع يزداد سوءا هل المشكل في الآليات أستاذ حسام حمزة أم المشكل في القناعات أم المشكل أن جامعة الدول العربية هناك قوى فوق إقليمية هي من تؤثر والله يصدقني أستاذ سيد أحمد أن كل هذا موجود ولكن دعني أركز على الأبرز اليوم وهو أن القرار العربي واضح جدا وخليني ديما نربط بالقضية الفلسطينية لأنها القضية المركزية والتي في الأصل هي التي توحد العمل العربي المشترك ربما قد يحصل نوع من الاختلاف في القضايا الأخرى التي تعتبر هامشية مقارنة بالقضية الفلسطينية ولكن في القضية الفلسطينية الأصل أنه ليس هناك اختلاف ولكن حتى في هذه القضية ومنذ السابع من أكتوبر المنصر إلى غاية الآن نحن نلاحظ نوع من التفكك في الموقف العربي حتى وإن كان رسميا رسميا وفي الخطاب الرسمي نجد بأنه فيه نوع من التطابق وفي الأخير ما تعبر عنه الجزائر في مجلس الأمن الأصل أنه مواقف كل الدول موقف يعبر عن مواقف كل الدول العربية ولكن عندما نأتي إلى الأفعال عندما نأتي إلى السياسات نجد بأنه الأمر مختلف تماما للأسف الإختراق الذي تحددت عنه في سؤالك هو التطبيع التطبيع هو الذي فكك العمل العربي المشترك فكك العلاقات العربية جعل حتى الدول العربية في بعض الأحيان تستعدي بعضها البعض خليني نقول بعيدا عن الخطابات الدول العربية تستعدي بعضها البعض هناك من كرس سياساته لكي يصبح أداة بيد الكيان وأداة بيد القوى التي تبحث عن تطبيع العالم العربي مع الكيان الصهيوني فأصبح معول هدم للعامل العربي وللعلاقات العربية المشتركة فهذا النقطة تحديدا في اعتقادي اليوم طبعا بالإضافة إلى مجموعة من الإشكاليات الأخرى تبرز على أنها العامل الأساسي الذي يجعل العمل العربي وخليني نقول يجعل بأكتر دقة مخرجات جامعة الدول العربية غير مفعلة وبالتالي تبقى حبرا على ورق جيد لكن أستاذ حسام حمزيدة سمحت الآن فلنأخذ نموذج القضايا العربية كما قلت أنت القضية الفلسطينية مؤخرا تغيرت بعض المعطايا نرى أن هناك مشكل حقيقي على محور فيلادرفيا ما بين مصر والكيان اشتعال الجبهة في لبنان الأردن أيضا بعد ما حصل مؤخرا ألا ترى أن اليوم هناك بعض المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على قرار قرارة جامعة الدول العربية فيما يخص القضية الفلسطين صحيح صحيح وخليني أذهب في التحليل نفسه الذي بنيت عليه سؤالك وأقول بأن اليوم ربما تلك الحالة من خليني نقول الاسترخاء وللحالة من عدم التقدير الصحيح للتهديد التي كانت تميز موقف بعض الدول العربية وخاصة دول القريبة من القضية الفلسطينية دول طوق تغير تغير لماذا؟ لأنه فيه تمادي من الكيان الصهيوني فيه حتى نوع من الدهاب نحو تجسيد جزء آخر من الاستراتيجية الصهيونية التي يعرف ومعروف لدى الجميع بأنها لن تتوقف عند حسين فلسطين وإنما هي ممتدة لتشمل أراضي من جمهورية مصر العربية من العراق من سوريا من لبنان فأعتقد بأن الحساسية بدأت تزداد لدى الدول العربية وخاصة هذه الدول المعنية بما يحصل مباشرة في فلسطين بأن المشروع الصهيوني لن يتوقف وبالتالي تحرقنا اليوم لن يكون فقط من أجل وقف ما يحصل في غزة وهذا مطلوب ضروري والأصل أنه عمل أول ولكن هو أيضا حماية لأمننا القومي لأن السكوت اليوم أو عدم القيام برد فعل مناسب يلجم الكيان عن التمادي قد ندفع ثمانه غاليا وستدفعه هذه الدول من أمنها ومن سيادتها ومن مكانتها على المستوى الإقليمي ومستوى العالمي إذن أنا نظن بأنه فيه نوع من الإدراك المختلف مقارنة بما كان يحصل في السابق لأن الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني يتكشف أكثر فأكثر كلما مر الوقت نكتشف بأن الاستراتيجية ليست متعلقة فقط بغزة ولا هي مرتبطة بفلسطين وإنما هي أبعد من ذلك بكثير والهدف الأساسي منها هو توسيع الكيان ليشمل ويضم حتى جزءا من دول أراضي الدول العربية جيد أستاذ حسام حمزة الآن الجزائر في موقعها غير دائم بمجلس الأمن لما كانت صاحبة القلب في عديد القرارات الأممية كانت باسم الدول العربية ورأينا تلك الأشواط الماراتونية التي كان يقوم بها ممثلوا هذه الدول العربية إلى جانب الجزائر وتحصلوا على بعض المكاسب بالنسبة إليك ألا يمكن أن ربما نجسد هذه التجربة التي كانت في مجلس الأمن أن ربما نقوم بالقياس عليها في جامعة الدول العربية أستاذ حسام حمزة والله يشوف السؤال الممتاز سيد أحمد لماذا؟ لأنه يذكرني بشيء أساسي في المقاربة الجزائرية في التعامل مع القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك في حد ذاته أتذكر أنه هنا في قمة الجزائر في نوفمبر 2022 الجزائر المدخل الأساسي الذي اعتمدته بعد توقف طويل نوعا ما في أشغال القمة العربية اعتمدت على مدخل أساسي وتعالوا نتوحد ونعيد وحدة الموقف العربي اعتمادا على مركزية القضية الفلسطينية التي لا يحصل حولها خلافة صحيح من المفروض من المفروض نعم من المفروض وحتى في الخطاب الرسمي أستاذ سيد أحمد مرة أخرى إذا عدنا إلى الخطاب كل الدول العربية تقريبا تدعم الحق الفلسطيني في إقامة دولته ترفض الانتهاكات التي يقوم بها الكيان السهيوني وبالتالي هذا في حد ذاته يمكن أن نبني عليه إذن وقربت الجزائر وهذا ما زال مستمرا إلى غاية الآن أن ندعونا ننسى كل الملفات الأخرى التي شكلت خلافا وانقساما وشرخا داخل البناء العربي ومنها ما حصل في سوريا وما حصل في اليمن وما حصل حتى في العراق قبل كل هذا ونركز على القضية المحورية التي لا نختلف عليها ونجعلها البؤرة التي منها ربما يمكن أن نتجه نحو مزيد من التكامل وربما مزيد من التوافق تقريب وجهات النظر في المسائل الأخرى وهذا ما عملت عليه الجزائر قلت هنا في القمة العربية التي عقدت هنا في الجزائر وأيضا ما ترتكز عليه في عملها على مستوى مجلس الأمل باعتبارها كما قلنا صوتا عربيا وجزءا لا يتجزأ من هذا العالم وأكثر من ذلك الحنكة والحكمة الدبلوماسية للجزائر وشدة استشعار المسئولية إزاء العالم العربي كثيرا ما تدفعها إلى الترفع عن الكثير من المسائل التي في بعض الأحيان نقولها على مضض تنتقس من جهود الجزائر وهي من أصوات عربية ولكن يبقى دائما رد الفعل الجزائري والتعامل الجزائري مع هذا يحمل الكثير من روح المسئولية والحكمة ودائما ما يسبق فكرة أننا يجب أن نحافظ على ما تبقى من هامش للوحدة وأن نبتعد أكثر فأكثر عن هامش الاختلاف وخليني فقط نضيف هنا تفضل الساب لأنه مهمة جدا في أحد لقاءاته الأخيرة يعني الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عندما سئل عن موقف بعض الدول العربية من قضية الصحراء الغربية والذي للأسف يناقض الشرعية الدولية جواب الرئيس كان حكيما وقال باختصار لدينا من الأشياء التي تفرق العرب ما لا تحتمل أن نضيف لها شيئا آخر والجزائر تركز على ما يوحد ولا تركز على ما يخلق الفرق بين العرب فهذا هو التصور الذي تتحرك الجزائر على أساسه في تعاطيها مع القضية الفلسطينية باسم العرب وفي تعاطيها مع القضية الفلسطينية كدولة عربية وكدولة مؤمنة بهذه القضية على مستوى مجلس الآن هناك هدف أرادت الجزائر أن توحد حوله الدول العربية والدول الصديقة أيضا لكن تحدث عن الدول العربية مدام الحدث يفرض نفسه وقضية أن تكون ليكون لفلسطين مقعد دائم العضوية في الأمم المتحدة ألا ترى أنه يمكن أن يطرح في هذا اللقاء في أجندة هذا اللقاء أيضا يمكن أن يعاد الحديث عنه سواء تحدثنا عن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة أو حتى عن كيفية ربما تعديل الموقف العربي والإجراءات وما يمكن أن يقوم به الدول أو من تقوم به الدول العربية في تعاملها مع القضية الفلسطينية واحد من المسائل الأساسية التي سيكون من غير المنطق أستاذ أحمد أن لا تطرح هي قضية المساعدات الإنسانية غد النظر عن وقف إطلاق النار وهو أكيد سيكون مطروحا ولكن قبله فكرة المساعدات الإنسانية وحماية الفلسطينيين المدنيين إعادة تمويل وكالة الغوث أو الأنروا كيف نسهل مرور المساعدات هذه من الأشياء التي يجب أن تفرض وتطرح بقوة في هذا المجلس ويجب أن نشهد تغييرا للموقف العربي للتعاطي كنا نطمح ما زال لدينا ربما أمل خاصة وأنه فيه صوت الجزائر في هذه القمة أن يتغير حتى أسلوب العمل أسلوب أن نتجه نحو أكثر فعالية ربما أكثر صرامة في التعامل مع الكيان ولديها الأوراق يعني الدول العربية حتى لا يعني هذا أننا سنذهب إلى الحرب ولكن لدينا الكثير من الأوراق التي يمكن أن نوظفها خدمة للقضية الفلسطينية ومواجهة لهذا المشروع الذي سيلتهي بكل الدول العربية وبالتالي وننظم بأنه من المنطق أن تطرحاته المسائل اليوم في هذا الاجتماع جيد أستاذ أين هي الدول العربية من القضية السودانية مما يحصل في لبنان مما يحصل الآن في الصومال أيضا ألا ترى أن هناك بعض القضايا المركزية التي لا يتحدث عنها كثيرا في قمم مثلها فعلا فعلا هذا أيضا من الأشياء المؤسفة وليس فقط على مستوى القمم أستاذ سيد أحمد لاحظ بأنه حتى إعلاميا اليوم وإن كان هذا ربما مبرر بما يحصل في غزة ولكن ما يحصل في السودان أيضا شيء مخيف مخيف جدا المأساة التي يعاني منها أشقاؤنا في السودان مخيفة ما يحصل أيضا في لبنان من حالة انسداد سياسي وعدم القدرة على إعادة انتخاب مؤسسات الجمهورية الانتهاكات التي تتعرض لها أيضا من طرف بسيادتها من الكيان الصهيوني الضعف الذي وصلت إليه أيضا سوريا حالة الانقسام في اليمن كلها للأسف تعكس تلك السور ليبيا أيضا ليبيا صحيح لا ننسى ليبيا يعني لاحظ من كثرة الأزمات لم نعد حتى نتذكرها لكي نعددها وهذا شيء مؤسف يزيد من مسؤولية المسؤولين العرب إذا هذه القضايا ولكن أعود وأقول وحتى نكون صريحين ودقيقين جزء من المأساة أو من المآسي بين قوسين التي يعيشها والتي تعيشها الدول العربية وهو بأياد عربية للأسف وهو بأياد أصبحت معاول هدم ومعاول للتدخل ولتنفيذ أجندات خارجية داخل الدول العربية أجندات إقليمية صهيونية أو أجندات إقليمية أخرى وحتى أجندات عالمية اليوم تطبق بأياد عربية وفيه حتى قضية توظيف فيه أكثر من ذلك سيد سيد أحمد المخيف أنه فيه استهداف حتى للدول المستقرة اليوم الجزائر جزء مما نعانيه ومن الذي يثار في حدودنا سواء تحدثنا عن ليبيا أو تحدثنا عن مالي فيه بعض الأياد العربية فيه بعض الأياد العربية ما يحصل في السيدان فيه بعض الأياد العربية ما يحصل في اليمن فهذا هو الإشكال يعني أنه ما كان يوحدنا وما كان يوحد الدول العربية للأسف تلاشة تدريجية نتيجة للاختراق والولاء لم يعد لهذه القضايا بالنسبة لبعض الدول على الأقل بل أصبح ولاء لطرف خارجي وحتى الموقف العربي الأصيل الذي ما زالت الجزائر متمسكة به اليوم سواء تحدثنا عن القضية الفلسطينية أو تحدثنا عن القضايا الأخرى ليبيا والسودان وسوريا حتى الموقف الجزائر اليوم نقولها بصراحة لم يعد يحضى بالدعم الذي كان يحضى به في السابق لسبب بسيط هو أن الذين كانوا يتبنون الموقف الجزائر اليوم أضعفوا وأنهكوا ودمروا انظر ما الذي حدث لسوريا وننظر ما الذي حدث للسودان وما الذي حدث للعراق وما الذي حدث لليمن هؤلاء الذين كانوا يشكلون محور الصمود داخل جامعة الدول العربية حتى عندما يتخاذل بين قوسين الآخرون اليوم كل هؤلاء بقيت فقط الجزائر صامدة في وجههم والجزائر لمازالت محافظة على قوتها وسيادتها وقوة مواقفها وبالتالي ولكن في الأخير الجزائر هي جزء من تكتل كبير موقفها لم يكن يعني يجمع مجموعة من المواقف الأخرى لن يكون قويا مقارنة بالمواقف الأخرى لأسف القريبة من التطبيع جيد في موضوعنا آخر أكد ممثل أهل جزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أن الجزائر تعتقد أن مناقشة تعزيز عملية حفظ السلام يجب أن تركز على الحاجة إلى تصميم تفويضات قابلة للتكيف وقابلة للتحقيق توفر توجها استراتيجيا واضحا لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وكان ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بعنوان تعزيز عمليات حفظ السلام تأملات المستقبل ينبغي أن تسود الحلول السياسية للنزاعات وينبغي أن ينعكس ذلك في تفويض بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام ويتم ذلك من خلال تهيئة البيئة الملائمة للحوار بين الأطراف المعنية وفي هذا الصدد تتحمل بعثات حفظ السلام الأممية مسؤولية الصون المبادئ التي يكرسها المثاقة ومنها التساوف الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير لاسيما الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي إذن نعود إلى البلاطو كان هذا تصريح سيد عمار بن جامع من موثل الجزيرة دائم لدى الأمم المتحدة أستاذ حسام حمزة سيد عمار بن جامع في هذا اللقاء الخاص بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تحت عنوان تعزيز عمليات حفظ السلام تأملات للمستقبل تحدث عن نظرة الجزائر وفلسفتها وقال إن مناقشة مسألة تعزيز عمليات حفظ السلام يجب أن تركز على الحاجة إلى تصميم تفويضات قابلة للتكيف وقابلة للتحقق أيضا ما الذي قصده أستاذ عمار بن جامع؟ المقصود هو أن لا يمكننا أن نبني عمليات بناء السلام طبعا هنا ربما نحتاج إلى خلينا نقول مدخل بدغوجي بسيط عمليات حفظ السلام هي العمليات التي تقرها الأمم المتحدة وتمولها وتكون برجال تنفذ برجال يعملون لصالح طبعا تسخرهم الدول لصالح الأمم المتحدة هدفهم هو أولا على حسب طبعا السياقات إما فض النزاع أو وقف إطلاق النار يعني فيه عدة أهداف لهذه العمليات ولكن في الأخير كلها ترسل إلى مناطق النزاع صحيح عندما نتحدث عن أنه يجب أن تكون التفويضات قابلة للتكيف معنى هذا بأن عمليات حفظ السلام لا يمكنها أن تطبق بالشكل نفسه في كل الدول أو في كل المناطق على سبيل المثال ما يصلح لليبيا قد لا يصلح لإفريقيا الوسطى صحيح وقد لا يصلح للكونغو الديمقراطية وقد لا يصلح مثلا لدولة أخرى في مالي مثلا فهذه القدرة على التكيف مع الوضع وقدرة حتى على التكيف مع تطورات الوضع لأنه في الأخير إذا كان بعثة السلام أرسلت من أجل وقف إطلاق النار لأنه كنا في مرحلة الأطراف متنازعة ومتم وقف إطلاق النار هنا يجب أن ننتقل إلى مستوى آخر يعني ما يعودش الهدف هو وقف إطلاق النار وإنما الهدف هو الآن كيف نبني السلام صحيح فهذا التكيف اعتقادي بما أن الجزائر وجهت الملاحظة يبدو بأنه إلى غاية الآن ضعيف ضعيف ولا يستجيب إلى الأهداف التي أسست وضعت من أجلها هذه البعثات خاصة فيما يتعلق بالبعثات السلام في القرى الإفريقية ونأعتقد بأنه وإن كان كلام السفير بن جامع عاما ولكنه في خلفيته يركز على أو يقصد القرى الإفريقية باعتبار أكثر قرى يعني في العالم نعم تحتوي على هذه البعثات وللأسف في الكثير من الأحيان أصبحت هي في حد ذاتها أداة تعرق البناء الأمن في هذه الدول لأنه طالما أنه فيه بعثة سلام وبأنه هذه البعثة تمول من الأمم المتحدة وأنه التمويل يأتي من دول أوروبية أو من الولايات المتحدة الأمريكية فهذا للأسف مرة أخرى يضعنا أمام مشكل التدخل بمعنى إذا كان هذه البعثة لا تأتي من أجل تحسين الوضع الأمني نعم وربما حتى حل الإشكال لأنه محايدة يعني نعم لا أكثر من ذلك ليس قضية فقط حياد أستاذ سيد أحمد يعني المسألة تصل حتى إلى أن نضع لها هدفا لحل النزاع كليا ولكن أن تفشل في وصول إلى تحقيق هذا الهدف فهذا دليل على أنه حتى في هندستها وبنائها هناك إشكالات مثل ما تطرحه اليوم الجزائر لأنه مثلا خذ مثال ما حصل في المينوس ما في مالي وإن كان يعني هي أخرجت بقرار من المجلس العسكري الحاكم هناك ولكن في الأخير عندما خرجت تقريب أن الوضع عاد إلى ما كان عليه أو أكثر نعم إذن فيه إشكالية أنه أنت موجود هنا طيلة تقريبا عشر سنوات لم تستطع أن تحقق تقدما فعليا يجعل الوضع مستقرا عندما تخرج وهذا في حد ذاته إشكال يعني ما الفائدة من هذه البعثات إذا كان أنها بمجرد أن تغادر يعود الوضع إلى سابق عهده إذن هذه من الإشكالات التي تطرح اليوم بالنسبة لبعثات السلام بالإضافة كما قلت إلى مشكلة تمويل لأنه في القارة الإفريقية ما زالت تمول من طرف هذه القوى والتي تعرف بأن مصالحها في القارة كثيرا ما تحول دون الذهاب إلى حلول حقيقية وجذرية لمشكل النزاع ومشكل الأمن في القارة جيد دكتور حسام حمزة أستاذ العلم السياسية وعلاقات الدولية شكرا لكم على الحضور وعلى هذه الإفاق لا عفو أستاذ سيدا حمزة شكرا لك أستاذ فاصلنا قصير يلقاكم بعده زمين سليم حمدي في الملف الدولي ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة تحية لك سيد أحمد مشاهدين الأكارم أينما كنتم تحية لكم وأهلا بكم في هذه الفقرة الدولية من برنامج الجزاء المباشر والتي نوصل فيها تغطية جرائم الكيان الصهيوني على قطاع غزة حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة وثلاثين فلسطينينا اليوم جراء الغارات الصهيونية المتواصلة على القطاع بينما هدد جيش الكيان بشن عملية عسكرية في مناطق بشمالي القطاع بذرعة إطلاق المقاومة صواريخ منها إلى ذلك تواصل حكومة الكيان المتطرفة الضغط في أكثر من اتجاه لإسقاط دعوة جنوب إفريقيا ضد جرائم الجيش الصهيوني في غزة إذن تتواصل جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة على مرمى حجر وعلى مسمع من العالم دون أن يحرك هؤلاء أي ساكن لنجدة الأهالي في غزة الذين يقتلون بالعشرات يوميا ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع سعيدني أستضيفة هنا في الأستوديو والدكتور رائد ناجي الباحث والمحل السياسي مرحبا بك دكتور مساءكم عزة دكتور مساء الخير دكتور رائد الحديث قائم حول تعديلات ستمس اتفاق وقف اطلاق النار أولا إذا وضعتنا في صورة هذه التعديلات ماذا ستمس؟ طبعا هو الاحتلال منذ البداية يعني يراهن على تعديلات في الكثير من المشاريع التي تطرح للقضية الفلسطينية لأن الاحتلال ألف دائما أن يقوم حقيقة بالتعديلات على كل المشاريعات التسوية العربية ابتداء من اتفاقيات السلام العربية أو حتى مع الجانب الفلسطيني وهذا باعتراف الاحتلال وحتى مركز أبحاث جيش الاحتلال يتحدث أنه لأول مرة نجد طرف فلسطيني يلتزم بشروط معينة لا تمس طبعا نتنياهو في البداية لو عدنا إلى شروط نتنياهو طبعا يريد معرفة عدد الأسرة وهذا بالنسبة لنتنياهو لكن بالدرجة الأولى التعديل الذي سيمس هو محور فيلادلفيا باعتقاده هو المحور الأساس الذي الآن يرتكز عليه نتنياهو طبعا لإبطال أي مقترحات جديدة لأي تسوية طبعا نتنياهو عرق لكل التسويات لكنه يذهب باتجاه طبعا فيلادلفيا وإذا ما تحدثنا عن محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية وبطريقة أخرى هو يمس مصر أو يتهم مصر بشيء من الآخر بمعنى آخر كأنه تفاقية السلام المصرية مع هذا الكيان كأنه بالنسبة لنتنياهو غير مجدية أو بمعنى آخر غير موثوق بالجانب المصري لأنه اعتبار أو المسمي مع محور فيلادلفيا الذي سيمس قطعا اتجاهات في الجانب المصري ما معنى هذا الكلام غير هذا الموضوع فبالتالي اليوم محور فيلادلفيا له عدة أبعاد استراتيجية حتى مع العلاقات العربية ولو أيضا بعد آخر وإعادة احتلال قطع غزة وبالتالي القبض على غزة وبما أنه هذا المنطقة طبعا موهدت الآن وأصبحت قاعدة عسكرية لهذا الاحتلال يعني بقامات تفضلت به يعني اتفاقية أوسلو سقطت في هذا الجانب طبعا هو الاحتلال لم يبق شيئا في اتفاقية أوسلو يعني هو اتفاقية أوسلو وعدنا إليها وتحدثنا عن المناطق التي يجب أن ينسحبنا الاحتلال فالضفة الغربية يفترض أن تكون كاملة تحت حكم السلطة طبعا نبعا فيها تفاصيلات كثيرة جدا يعني ضيق الوقت يعني ABC للتفصيل في هذا الموضوع ولكن مع ذلك الاحتلال الآن يعني يرتكز في جانبه القانوني على بعض العبارات التي وردت في اتفاقية أوسلو وحتى في الاتفاقيات العربية طبعا من ضمنها مثلا أنه بعض الكلمات جاءت باللغة الإنجليزية على نكرة بمعنى الآخر ينسحب من أراضي يعني يستطيع الاحتلال أن يبعد لك مترانو ويقول لك أن سحب من أراضي فبتالي لم تحدث طبيعة هذه الأراضي في اتفاق أوسلو لهذا الاحتلال اليوم يتحدث عن تمسكه بأوسلو لكن هو في الحقيقة لا يتمسك على أرض الواقع هو الآن يتلاعب على المصطلح القانوني وعلى التعريفات وعلى المفهوم ولكن أيضا في هذه النقطة تحديدا دكتور رائد يعني الأشقاء في مصر يرفضون رفضا قاطعا أن يستفرد الكيان الصهيوني بمحور الفلاديلفيا أو حتى أن يكون جيشه موجود هناك طبعا لأن هذا الموضوع يعني يؤدي إلى سيطرة كاملة على سيناء يعني لأنه لو عدنا إلى تقسيم سيناء بالدرجة الأولى لو وجدنا سيناء مقسمة إلى ثلاث أقسام القسم المتاخم لغزة هناك في اتفاقية على نوعية من الوجود المصري فيها أنا أقصد من الجانب العسكري يعني بالتالي هذا الموضوع سيعزز سيعزز قوة الاحتلال أو على أقل سيطرة الاحتلال على هذا الجانب وبالتالي يبعد مصر وبالتالي هذا فعلا سيكون نقطة في غير صالح مصر حقيقة على الجانب العسكري وحتى على الجانب الاستراتيجي يعني في كل الأبعاد هذا الموضوع سيبعد مصر عن أراضيها بحد ذاتها وبالتالي نعم هذا يمس مصر وبالتالي من حق مصر اليوم أن ترفض رفضا قاطعا وحتى أنها ترفض كما ذكرت بعض مواقع الأمريكية بأنها رفضت طلب الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك اجتماع في داخل مصر لأي تفاقدنا لأنه فعلا هذا الرفض المصري له طبعا تبريره المطلق بمعنى كدكتور تتحدث عن الرفض وبالعودة إلى النقطة التي انطلقنا منها يعني المقاومة الفلسطينية ترفض أي مس بالتعديلات التي ستكون أو الدوران أو اللف والدوران حول السفقة المقبلة يعني عندما تقول المقاومة أنها أو تحذر من هذا اللف والدوران يعني هل سنرى استراتيجية جديدة لها خاصة أننا في الضفة الغربية بعض المؤشرات التي ربما قد تفجر الوضع هنا طبعا هو على الجانب التفاوض طبعا لدها استراتيجية واحدة بأن كل المقترحات التي طرحت من أجل الاتفاقيات أو توصل إلى هدنة معينة يجب أن تجمع فيه وثيقة واحدة ولا يجب أن تسقط هذه الوثيقة وكلما الاحتلال أراد أن يغرق المقاومة بمجموعة من المقترحات مقترح من هنا ومقترح من هناك حتى يربك المقاومة حققا هذا ما حدث في أوسلو هذا ما حدث حتى في اتفاقات ودع عرب وهذا ما حدث مع الجانب المصري تقريبا نفس الطريقة للاحتلال الذي دائما يورد عديد من النصوص ليختار ما يناسبه ويبدأ في موضوع التقسيم بما يناسبه لكن المقامة اليوم رفضت هذا الاتجاه بشكل كامل وقالت أنه يجب أن تجمع فيه وثيقة واحدة هذا أول استراتيجية النقطة الثانية أنه عادت المقاومة ترحت ما ترحه بايدن حتى تربك الاحتلال والإدارة الأمريكية فترجع لهذا الموضوع لعل فيما بعد ظهر بايدن ليحاول تبرير أشياء جديدة الجانب العملياتي المقاومة ستبقى تقاوم نعم وسدائما ستحافظ على وطيرة المقاومة على استنزاف هذا الجيش الهتلى الذي أراده منذ البداية استنزاف المقاومة لكن المقاومة بدأت اليوم تسير المعركة بطريقة أخرى وأيضا امتداد المعركة لداخل الضفة الغربية طبعا هذا مؤشر آخر لأنه الانتفاضة قادرة أو عادة من الشعب الفلسطين ممكن أن تكون في عديد من المحاور في داخل فلسطين وبالتالي تلك أيضا أنا بأعتقد اليوم المقاومة تسير بعديد الاتجاهات في هذه الأمور عدة التكتيكات سواء سياسية أو عسكرية أو حتى على جانب الإعلام وغيرها طيب القيادة في حركة حماس أسامة حمدان يقول اليوم في تصريح لوسائل الإعلام عربية وأجنبية أن الكيان صهيوني كان ينوي على خطة ترحيل مليوني فلسطيني إلى الضفة الغربية هل ذلك يفسر ما يحدث الآن من عدوان على الضفة وهي محاولة لتفريغها لتهجير أو نوع من الترانسفير كما يسمى في أدبيات الكيان صهيوني من غزة إلى الضفة؟ أنا بعيدا عن ما قال عسامة حمدان أنا سأقول لك في مركز أبحاث الحزاب الدينية الحريدية طبعا والتي وثقت سنة 2017 اتفاقية حريدية متطرفة متطرفة دينية نعم التي وثقت اتفاقا ما بين تلك الفصائل وما بين حزب اللوكود في 2017 نص على مجموعة من البنود لكن أهم ثلاث بنود أن إسرائيل من النهر إلى البحر ولا يتجزأ منها أي جزء اثنين إعادة بسط الضفة الغربية كجزء استراتيجي مهم من قلب هذا الكيان وهذا ربما ما يبرر خرجات سموتريتش النقطة الثالثة أن النية هذه ومنذ جاءت حكومة نتنيهو الأخيرة يعني بعد الانتخبات الأخيرة اللي كانت في 2022 إلى يومنا هذا قام بتعيين سموتريتش مسؤولا عن أمن الضفة الغربية وهذا المشروع هو مشروع سموتريتش ومن خلف سموتريتش فهذا طبعا تأكيدا لكلام أسامة حمدان يعني من جانب الاحتلال ماذا كان ينوي الاحتلال بل أن نفس الاتفاقية تحدث عن تهجير الضفة الغربية والبدء بالضفة الغربية وأشار إلى أن يبدأ أولا كانت الاتفاقية في ثلاث سيناريوهات السيناريو الأول أن يتم التبادل الأراضي ما بين الثمانية وأربعين وما بين الضفة الغربية ثم عدلوا عن ذلك وقالوا تفريغ الضفة الغربية وثم العودة إلى قطع غزة فلما جاءت أحداث أكتوبر طبعا سبع أكتوبر غيرت كثير من الاتجاهات لكن اليوم الاحتلال عاد مرة أخرى في اجتماع أخير يعني وكان حديث لسومتريتش وابن كفير في هذا الموضوع أيضا وقال لابد أن نعود إلى الضفة ولعل ربما من أيام يعني والكثير شاهد هذه الخريطة التي رآها نتنياه وأصبح محللا للأرصاد الجوية ربما رأيناها في هذه الشاشة عندما جاء بخريطة للوطن العربي أولا ثم جاء بخريطة فلسطين أهمية هذه الدلالات حتى أن بعض المواقع العبري والإعلام العبري ذكر مجموعة الأعداد الفلسطينية التي يمكن أن تستقبلها بعض الدول هي أربع دول غربية التي وافقت وأربع دول عربية وضعوا نسبة مثلا 500 ألف فلسطيني في الدولة كذا في عربية كذا 500 في الدولة كذا وقالوا أنهم تمت الموافق هم يقولون هم ماذا صرحوا به الاحتلال وقال أن أربع دول أوروبية اتفقت أيضا على تهجير ما تبقى من الفلسطين بعد توزيع الفلسطينيين سواء قطاع غزة أو حتى 48 أو في أي مكان بالتحديد هو الموضوع ارتكز على مدينة القدس وارتكز على الضفة الغربية ثم ارتكز على قطاع غزة كانت البدء بمدينة القدس ثم الضفة الغربية نعم الضفة الغربية هي جزء استراتيجي نتنياه في كتابه مكان بين الأمم يقول أن الاحتلال طولي وبالتالي يجب أن يتمدد عرضي ولا يمكن أن يتمدد عرضي إلا إذا كانت يهودة والسامرة يهودة والسامرة يعني القدس جنوبا نتحدث عن نابلس شمالا يعني نتكلم على المتاخمة لحدود نابلس 25 كيلو عن نابلس مدينة الطول كريم 20 كيلو 20 كيلو مخيم عن شمس إلى تقريب 70 كيلو جنين قل من 70 كيلو مخيمات جنين يعني لما نتحدث على مسافات قصيرة جدا نحن فبالتالي نتحدث عن كل متكامل هذا الرؤية ربما أخرى لأجعني أؤكد هذا الكلام مرة أخرى أن منعينا في الشمال فلسطين يعني قائد لأركان الاحتلال في شمال فلسطين هو صديق مقرب من مشروع أيضا سموتريتش وأيضا في الجنوب منعينا في منطقة الخليل هو صديق سموتريتش لتأكيدا على أنه اليوم السيطرة على الضفة الغربية هو هدف وضع ولعله 2017 تقول بالحرف الواحد على الضفة الغربية يعني حكومة متطرفة بالطرف أكثر تطرف أبقى دائما في تصريح القياد في حركة حماس أنه قال بأن الضيف بخير ولم يمسسه أي سوى وما زال يواصل أو يدير العمليات العسكرية وقال أيضا أن السنوار تم اختياره ليس من باب الانتقام بعد مقتل الشهيد إسماعيل هنية يعني هذا التصريح في هذا التوقيت ماذا تريد من ورائه حركة حماس والله الموضوع هذا كثير من الأبعاد البعد الأول هناك طبعا الاحتلال نشرت كثير من مواقع الاحتلال وحتى احتفاء في بعض المواقع لأنه تم اغتيال الضيف وتم استلام مكانه أخ للسنوار نسيت اسمه أعتقد اسمه محمد السنوار في هذا طبعا كانت هذه الشائعة داخل الاحتلال حتى نتنياهو حتى يقضى على المظاهرات التي ثارت ضدها في داخل الاحتلال كان أراد أن يبشر الاحتلال فكانت هذا رسالة مرة أخرى من المقاومة أن كل أعضاء المقاومة وأن نتنياهو كأنه يذهب بهذا الاحتلال إلى كذب ثم كذب إلى كذب يعني بهذا التوجه هذا الرسالة الإعلامية الأولى النقطة الثانية هو قدرة على التواصل عندما نسمع أن هذا حسام حمدان مقيم في غير فلسطين وبالتالي قدرة التواصل مع الداخل على أن الاتصال يوجد ما بين الداخل معنى قدرة المقاومة على التواصل داخلا وخارجا والقدرة على التنظيم وبالتالي التنظيم المقاومة طبعا هو تقريبا ليس تنظيم بالمفهوم الإداري الذي نعرفه إذا ما تحدثنا عن التنظيم بمعنى كلمة التنظيم وإنما على شكل عنقودي وبالتالي قدرة المقاومة على تشكيل خلايا عن هذه المفهوم منها وقدرة التواصل بين الخلايا هي قدرة المقاومة على النمو وعلى الاستمرار هذه رسالة أخرى للاحتلال فبالتالي إذن بالشكل العنقودي معنى المقاومة قوية وتستطيع أن تنمو بشكل العنقودي ومعنى أنها لا يمكن القضاء على المقاومة يعني هذا كان تأسيس آخر من الجانب التكتيكي بالجانب العسكري وطبعا معنويات الاحتلال منذ البداية جيش الاحتلال كان دائم يبحث على السنوار وإذا ما تم قتل السنوار أو حتى محمد الضيب أحد هؤلاء الشخصية ممكن أن يؤدي إلى زيادة المعنويات في داخل الاحتلال فهذا طبعا إعادة تثبيت للمعنويات داخل الاحتلال والنقطة الأخرى اختيار السنوار ليس انتقاما واليوم يدركوا وكانت الرسائل واضحة منذ البداية أن يتم اختيار قيادة لا يكون في أي بلد سواء عربية أو أجنب وإنما يكون في أنفاء غزة حتى ما ذكرت بعض وسائل أو حتى هم الذين قالوا أن أنفاء غزة أمن بكثير من دول في هذا العالم دلالة على أن الموضوع ليس عبثيا وإن كان ليس انتقاما كما يقول وإنما الاختيار ليس عبثيا أيضا وإعادة المرة الأخرى ماذا يقول عندما لا يتم اختيار السنوار من أجل انتقام وإعادة أن وضع الاحتلال أو وضع نتنياء أن لا خيار لك إلا أن تتفاوض مع السنوار هذه حال الجملة التي يقولها طيب أنتقل معك على نقطة أخرى الكيام سهوني الآن يمارس ضغوط رهيبة جدا لإسقاط الدعوة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضده وضد جرائم جيشه في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أولا ما هي طبيعة هذه الظروف وإلى أي مدى سينجح هذا الكيام في إسقاطها أمام المجتمع الدولي بتيت أن دا نعود لك في العدوان الظالم قضية الدعم الوات المتحدة الأمريكية على الجانب القانوني لأن الاحتلال دائما يقيم استراتيجياتها على ثمن استراتيجيات واستراتيجيتين خارجيتين وبالتالي إحدى هذه الاستراتيجيات القوية الاحتلال هو الجانب القانوني والذي ربما نعود إليك إلى كما كان يقول بن جريون القانون الدولة مؤسسة الدولية عبارة عن قصصات ورق في جيوبنا نسقطها متى شيئنا وللمهم متى شيئنا طبعا هذا الحديث على أن هناك تمكن أو على أقل استفراد الوات المتحدة الأمريكية في داخل المنتظم الدولي هذا كان يعني كان هكذا لكن عندما جاءت اليوم أنها تغيرت الكثير من الموازين في العالم وحتى في داخل الأمم المتحدة وكثير من الاستقطابات وداخل المنتظم الدولي بحد ذاته يعني بمؤسساته المختلفة سأتكلم مجلس الأمن لحيئة الأمم المتحدة أو غيرها من هيئات طبعا اليوم الأمور بدأت تتخذ إجراءات أخرى فجاءت طبعا جنوب إفريقيا ثم انضمت اليوم لجنوب إفريقيا أخرى دول أخرى ففعلا كانت هذه النقطة بالنسبة لهيرتسوك في آخر اتصال أن هذه النقطة يعني متعبة جدا لهذا الاحتلال وأنهكت هذا الاحتلال يعني في الجانب القانوني وأنه يخشى أنه أي قرار قادم يأتي في ضد الاحتلال ستتزامن وراه الكثير من القرارات فبتالي يذهبون إلى سياسة البتر يعني بمعنى آخر ما معنى البتر قطع القانون أو إسقاط الدعوة قبل أن يبت فيها لأنه إذا بت فيها حتى لو لم ينفذ القرار لكن سيكون هذا سيكون لديها ثبعات قانونية نعم سيكون مدعاة لاتخاذ قرارات أخرى وإذا ما ضاعفت مثلوات المتحة الأمريكية أو تغير السياسات داخل المنتظم الدولي هذا غدا طبعا سيكون سلبا على داخل هذا الاحتلال وهذا الاحتلال ما لا يريده فبالتالي هذا كانت هذا الخطورة بالنسبة للجنوب إفريقيا أو لدعوة الجنوب إفريقيا لكن الاحتلال ماذا يريد وماذا يعني ما هي طبعا الاحتلال الآن يعني على الجانب القانوني هو لا يملك الكثير من الأدوات القانونية حقيقة وأنه خاصة أن هناك في جمهور من القانونيين يعني خاصة بعد دعوة إستبون والاجتماع تعلق الجزائر كالكثير من الجمهور القانونيين حتى في دول عديدة واليوم انضمان مثلا دول حتى أوروبية في محكمة العدلوية تشيلي توركيا يعني الكثير من الدول انضمت وربما نتأمل أنه حتى في مجلس وزراء الخارجية العرب أن ينضم أخر دول عربية نتأمل ذلك يعني غدا أن ينضم يعني جامع العربي عفوا لفيف من الدول العربية إلى جانب هذه الدعوة لتقوية على الأقل موقف جنوب إفريقيا لكن الاحتلال الحقيقة لا يملك امكان يتقل لكن يملك أدوات ضغطة أخرى فمثلا في زيارة نتنياهو وعلى المحكمة العدل الدولية وعلى محكمة الجينيات بالنسبة للمحكمة الجينيات كان ألا يتخذ قرارا ضد نتنياهو ووزير الدفاع وقادة الحرب الذين قاموا المجرمين نعم الذين انتهكوا إبادة جماعية في غزة كان هذا أول قرار وبالفعل وجدنا أن الضغط الأمريكي استطاع أن يبعد قليلا بالنسبة للمحكمة العدل الدولية أيضا كان في ضغط كبير جدا على بعض التفسيرات القانونية أو حتى على اتخاذ تطبيق بعض القرار وأيضا اليوم لما هذه الإجراءات لم تسفر بمعنى آخر ضغطا على جنوب إفريقيا فالاحتلال لجأ إلى عدة عوامل ضغطة العامل الأول هو عامل الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى آخر السفارة الاحتلال أرسلت رسالة إلى بعض السفارات الاحتلال في داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتشريع قرار في الكونغرس الأمريكي مثلا يقطع المعاملات التجارية بين جنوب إفريقيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية أيضا محاولة عزل الجنوب إفريقيا ولعل الاحتلال قال كلمة يعني قال ستدفع إفريقيا أو جنوب إفريقيا ثمنا باهظا هكذا قال لكن هذا هو فقط الجانب التجاري والجانب العسكري ومحاولة إثارة القلاقل وربما الجانب المائي ونحن نعلم في 2020 كانت تكيئي سياسة البحيرات كما أطلق عليه الاحتلال البحيرات العظمى نعم والذي القاضي بإنشاء ثلاث سدود في زائر وفي أثيوبيا على وجه التحديد وحتى في رواندا فبالتالي تلك كان محاولة ضغط على الجانب المالي والجانب المالي والمحاصرة جنوب إفريقيا وخاصة أن هناك فيه اتفاقيات وعادة تطبيع الاتفاقيات مع تشاد ومع بعض الدول على المتاخمة أو على أقل قريبة من جنوب إفريقيا في محاولات حقيقة المتحدة الأمريكية نعم وهو في ضغوط لكن هل تنجح هذه الضغوط أو لا أنا باعتقد لها تنجح كثيرا لعدد أسباب لأنه انضمام مجموعة أو أربع أو خمس دول إلى جانب جنوب إفريقيا ولعل غدا إذا ما ضغطت الاتفاقيات الأمريكية وتصرب بشكل رسمي هذا الإعلام ربما تنضم كوكب أو لفيف آخر من الدول إلى جانب جنوب إفريقيا فبالتالي الضغط والضغط فهو الموضوع سيبقى موضوع الضغط ومحاولة تسليح كما قال احتلال طيب دكتور في سؤال أخير يعني دائما نبقى في السياق الإقليمي للعدوان على قطة غزة الشقيقة سوريا اليوم تعرضت إلى أعنف قصف يعني عدوان اليوم عشرات الغارات التي شنها الكيان الصهيوني على أكثر من موقع يعني ما قراءتك لهذه العملية الكبيرة طبعا ورحم الله الشهداء 19 شهيد أعتقد أكثر من 20 جريح اليوم في ريف حماء عفوا طبعا نعود إليك في قراءات متعددة القراءة الأولى هو الاحتلال اليوم عندما يفشل استراتيجيا في داخل فلسطين فيذهب إلى التوسع خارجا إلى القفز للأمام وهذا أحد سيسات التي يتبعها نتنياهو وليس نتنياهو بل قادة الاحتلال على مدار هذا التاريخ دائما يذهبون إلى القفز للأمام على محاولة استعادة الأنفاس وعلى الأقل أنه في تصدير قوة هذا الجيش في داخل هذا الاحتلال على الأقل وإلى جانب الردع في الجانب الثاني النقطة الثانية هو دائما الاحتلال يقول أن سوريا هي أكثر من مولة حركات الإسناد أو المقاومة عن طريق إيران يعني هذا كان دائما وحتى بالأمس كان هذا تقرير وحتى اليوم كان تصريح للوكلات طبعا وكان تصريح للوكلات أو أيضا مركز أبعاد يعني بالجيش الاحتلال أيضا كان تحدث عن هذا الموضوع عن الدورة السورية فبالتالي إذن هذا النقطة الثانية النقطة الثالثة هو يخشى من تشكيل وحدة مقاومة وحدة ساحات في داخل يعني تمتد عبر سوريا لأن الممر الآمن اليوم في داخل يعني الوصول إلى الجانب الفلسطيني هو تقريبا سوريا هو الجانب الآمن الوحيد هو يريد أن يقضي على هذا الممر الآمن لأن إذا عدنا إلى لبنان فاللبنان محتل جنوبا فبالتالي لا يمكن العبور عن طريق لبنان لأنه في الشريط محتل من طرف الاحتلال فبالتالي لا يوجد ممر آمن وهذا الممر الآمن يستطيع لأنه على الحدود الأردن هناك اتفاقيات وفي ضبط تقريبا للحدود يبقى وعلى الحدود المصرية ما نعلم الوضع يبقى الجانب الممر الآمن هو سوريا فبالتالي أنه محاولة تعكير هذا الجانب الآمن أو على الأقل أنه الاحتلال يترصد بهذا الجانب وأنه يستطيع أن يغلق هذا الممر الآمن النقطة الثالة الرابعة هو الجانب المائي يعني دائما الاحتلال كلما خشية من المقاومة أن تتقدم إلى المياه وحرب المياه هي حرب كبيرة جدا وخاصة أنها تنبع من سوريا ومن هضبة الجولان على وجه التحديد فبالتالي دائما يريد الحفاظ على الممر على الأقل على الجانب الآمن المائي النقطة الخامسة هو الجانب التكتيكة أو الاستخباراتي بالدرجة الأولى طبعا نعرف أنه هضبة الجولان من منطقة عالية جدا يعني تمتد وحتى جبل الشيخ وشمال فلسطين وجبال الكرمي الرادارات وغير ذلك تقع في تلك المناطق وهذه المناطق تعرضت إلى قصف من حزب الله ومن مناطق أخرى يعني حتى من أسماء لم تذكر فبالتالي الاحتلال دائما يريد يحافظ عن هذه المنطقة الاستراتيجية لأنها منطقة دفاعية بالدرجة الأولى الاحتلال ويعتبر الاحتلال أنها قبلة أو قوة الاحتلال في هذه المنطقة فتعرض هذه المنطقة إلى قصف وإلى طبعا فهذا طبعا يؤثر على عقدة اتصالات استخبارات الاحتلال فبالتالي يريد أن يأمن هذا الجانب النقطة الخامسة يعني السادسة تعرف أن شمال سوريا هو محتل من طرف القواعد الأمريكية بكل صراحة واليوم الاحتلال يريد أن يضغب إلى الجنوب ولعل أنه في كلمة بلينكين أن الاحتلال يستطيع أن يتعامل مع جبهات ستة ويذكر سوريا فإذن إذا عدنا إلى كلمة بلينكين وذكرنا سوريا نعرف أن هذا الموضوع أنه يرتكز أيضا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية ويعلم أن سوريا اليوم لن تستطيع الرد بحكم أن القواعد الأمريكية موجودة ومتغلغلة وأن الموضوع في سوريا لا يستقر تماما فهو يعرف الاحتلال على الأقل أنه في مأمن يعني على الأقل في هذه اللحظة إلى حد ما في مأمن من أي رد قد يؤثر على داخل الاحتلال فتبقى كلها هي موضوع استراتيجي بالنسبة للاحتلال وحاولات إعادة الردع دكتور رائد ناجي الأكاديمي والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك مشاهدين الأكارم أينما كنتم شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والإصلاع والعودة إليك سيد أحمد شكرا سليم لك وعليل السادة رائد ناجي بختم ملف الدولي نصل إلى ختم هذا العدد من بردامة جزائر مباشر سلام شكرا جزيلا لكم